بس هي ما كانتش عارفة وقتها أو ما كانتش حاسة وقتها أن هي كده تتأذي ابنها ما كانتش شايفة وقتها أنها كده بأنها بتلغي أبوه بأنها بتلغي حياته بأنها بتدمر ماضيه بأنها بتحكيله حقائق كلها مغلوطة وكلام مش حقيقي ما كانتش شاعصة أنها بتأذي ابنها الشرانة بيبرر لنفسه أو المرويد النفلي هيا محللة لنفسها اللي هي بتعمله بالضبط يعني كان في يعني ست أعرفها جداً واخد منها جزء في الرواية هي كان لها ابن وبصم الشباك بيلعب على رصيف فنزل العربية خبطته مات فلما أبناءها اللجوم بعدي الأم دي أعرفها الغادي لوقتي بقت ستة كبيرة كان ابنها يوصل لثالثة سنوي يتوصلوا هي المدرسة فهي وصلت إن هي عشان شافت ابنها بيموت فبقى هي عندها حالة نفسية ابنها لو ساب إيديها أو بالنسبة لها يموت فبقت هيئ دي إنسانة مريضة نفسية فلما بقت سايبة إن هي تبني طفل طلعت طفل جبان جداً اللي هو كان في ثالثة سنوي اللي هو راجل كبير وموديها المدرسة كان ده كان زميل معي فاللي هو دي تيجي تكلميها هي يعني مش متزنة فهتلاقي ما فيش أرض مشتركة بينك وبينك هتقول لك ما انت مش حاسة بي ما انت مش رفتش اللي أنا شفته فبنقف في نقطة اللي هو مفروض يكون شخص تاني واصي على الطفل إنه فيه حد مريض فمنفعش بقى هو اللي بيبشر ودي جريمة عاطفية برضو وزي ما انت قلت وزي ما انت سمتها لأن حقيقي الواحد أحياناً بيشوف ده بطرق مختلفة وبتبقى للأسف قصص مؤلمة جداً تفتكر الكاتب لما يقرر إنه هو يخود في القصص الاجتماعية والكاتب لما يقرر إنه يكون بيسرت حكاوي وحكايات اجتماعية تلمس البني أدمين وفي منها جرائم وفي منها مش متكلم بقى عن القصص الرومانسية والورود والكلام ده هتتكلم عن قصص اجتماعية ووقعية مؤلمة بزي تفتكر يكون لازم يكون مر بجزء منها أو يكون عاش جزء منها على الأقل هو على الأقل يكون عنده تراكم خبرات تراكم خبرات فإنه هو هنلاقي مثلاً لو حد بيكتب من وحي الحقيقة لو هو صغير هتلاقي نظرته ومليانة ورود وفرشات اللي أنا مثلاً بكتبه من عشر سنين لازم يكون مر بحاجة يعني يا محمد ده اللي أنا أقصد أقوله الكتابة نتيجي الألم بالزبط النهاردة أنت عشان تكتب قصة اجتماعية فيها وفيها لخبطة زي كنتقدر أعبر عن ده لازم تكون عاشت حاجة على الأقل عشان تعرف تطلع الأحاسيس دي أكيد طبعاً فلا لا دي حاجة اللي هو ما هو دايماً لما نقرأ الكتاب هتكتشف الكاتب اللي هو ما عندوش تجارب يعني لسه قادي يعني الكتاب بقرأ فيه فقعدت أتحك إنه الكتابة بتقول إنه هو لن يتحمل الدنيا ما لم يتحمل مرارة القهوة فانا سكت جده قهوة قهوة اللي هو ده أنت جرحتي كسيت شخصة قهوة